وبعد بياننا لمفهوم المناهج الدعوية وهي الأنظمة التي يسير عليها الدعاة في طريق أدائهم لدعوة الحق ننتقل بك عزيزي الطالب إلى العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس وهو بيان أقسام هذه المناهج إن مناهج الدعوة وأهدافها وأنواعها إنما هي في واقع أمرها ترتكز على هذا الدرس الأول وهو بيان الأقسام أقسام الدعوة أو أقسام المناهج الدعوية كثيرة متعددة ومتنوعة يمكننا أن نقسمها من أربع حيثيات لا بد منها هذه الحيثيات هي أولا من حيث واضعها أو من حيث مصدرها إذ إن لكل منهج مصدر وكذلك من حيث موضوعها الذي تسير فيه فلكل منهج موضوع يسير فيه ولكل داعية اتجاه يتحرك فيه وفق موضوع ما هذا الموضوع ستنقسم المناهج من خلاله إلى موضوعات أو إلى طرق عديدة لبيان هذا الموضوع أيضا من حيث طبيعتها وخصائصها وكذلك من حيث ركائزها تنقسم المناهج الدعوية من هذه الحيثيات إلى أربعة إذا هذه الحيثيات نبدأها ببيان الواضع أو المنبع أو المصدر لهذه المناهج فالمناهج الدعوية من هذه الحيثية تنقسم إلى قسمين أساسيين القسم الأول من حيث المنهج الرباني يعني هناك منهج رباني بمعنى أن مصدر هذا المنهج هو الله والقرآن والسنة إنها المناهج التي وضعها الشارع لهذه الدعوة عن طريق القرآن أو السنة عندما نقول منهج رباني أي نسبة إلى مصدر هذا المنهج وهو الله الواحد الأحد ولذا نرى أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس عامة قد بدأ بقريش ثم انطلق إلى أهل مكة إلى أهل يثربة ثم إلى أهل الكتاب كما درسنا في أصول الدعوة رقم واحد وهذا ما نسميه المنهج الرباني أيضا القسم الثاني المناهج البشرية بمعنى أن هذه المناهج ليست من وحي السماء وإنما هي من اجتهادات البشر فالمقصود بالمناهج البشرية هي المناهج الدعوية التي يضعها الدعاة والعلماء باجتهادهم في أي جانب من جوانب الدعوة لماذا؟ هل بوضعهم لها يخترعون منهجا أو يخترعون طريقة نقول لا إن كان هناك اختراع أو هناك إبداع أقول إبداع في بيان الطريقة إلا أنه لابد أن يسير تطبيقا للمنهج الرباني فالمناهج البشرية إنما تنطلق من المناهج الربانية أما عن التقسيم الثاني من حيث موضوعها فإن للمناهج الدعوية من حيث موضوعها أنواع عديدة أيضا تابعا لتنوع الموضوعات التي تتناولها ولذلك دليل أو هذا دليل على أن الدعوة الإسلامية شاملة لجميع جوانب الحياة الإنسانية فهناك مناهج عقدية أي تتعلق بأمور العقيد وهذه المناهج إنما تقدم الجوانب العقدية في شريعة الله عز وجل وهناك مناهج عبادية أي أمور تشريعية من الصلاة والصوم والزكاة والحج إلى غير ذلك وهناك مناهج اجتماعية وهي الجانب الاجتماعي في الإسلام وأيضا مناهج اقتصادية ومناهج عسكرية وسياسية وصحية ورياضية وترويحية إلى غير ذلك من موضوعات تحتاج إلى منهج أو كل منها يحتاج إلى منهج خاص ليؤديه الداعية وكذلك التقسيم الثالث من حيث طبيعة هذه المناهج إن المناهج الدعوية تتنوع من هذه الحيثية أيضا من حيث الطبيعة إلى مناهج دعوية خاصة وهذه المقصود بها أن لكل منهج طبيعة ولكل طبيعة طريقة خاصة تؤدى بها بمعنى أن ما يوجه إلى الخاصة لا يوجه إلى العامة استعمال أسلوب العوام يختلف عن أسلوب الخواص وهكذا المناهج الأخرى تنقسم المناهج من حيث طبيعتها إلى مناهج عامة بعد أن بينا المناهج الخاصة هناك مخاطبة الجماهير وهناك أسلوب عام يخاطب به الكل بخلاف الأسلوب الخاص الذي يعامل به البعض كما سبق وأيضا تنقسم إلى مناهج فردية فالطبيعة طبيعة المناهج منها ما هو خاص ومنها ما هو عام ومنها ما هو دعوة فردية وأيضا منها ما هي دعوة جماعية بمعنى أن ما يخاطب به الفرد يختلف عما يخاطب به الجماعة والعكس صحيح كما تنقسم إلى مناهج نظرية وأخرى تطبيقية فهناك جوانب نظرية تحتاج إلى القيم تحتاج إلى النصوص تحتاج إلى الأدلة وتحتاج إلى الاستنباطات وهناك جوانب أخرى تطبيقية لهذه الجوانب النظرية وهكذا نرى هذا التقسيم الذي يرتبط بطبيعة المناهج وأما التقسيم الرابع والأخير فمن حيث الركائس أي من حيث الأسس والعمد تتنوع المناهج الدعوية بجميع أنواعها السابقة من حيث ركائزها وذلك تبعا لتنوع ركائز الفطرة الإنسانية الثلاث إلى ركيزة القلب وركيزة العقل وركيزة الحس بمعنى أن هناك منهج يعتمد على القلب وهناك منهج يعتمد على العقل وهناك منهج يعتمد على الحس فهذه الأمور الثلاث هي ركائز الدعوة أو ركائز المناهج الدعوية فما كان من المناهج يرتكز على القلب سميناه المنهج العاطفي بمعنى أن هناك نوع من المناهج إنما يتجه إلى عاطفة الجماهير وعاطفة المستمع وهناك منها ما يرتكز على العقل ونستطيع أن نسميه المنهج العقلي بمعنى أن ما يخاطب به العاطفي لا يخاطب به العقلي فهناك جانب يعتمد على العقل وهذا يواجه به أهل الفكر وأهل المنطق أما الأول فيواجه به أهل البساطة وأهل العواطف وما كان منها مرتكزا على الحس سمي المنهج الحسي أو المنهج التجريبي بمعنى اعتماد أو الاستنباط القائم على دراسة الظاهرة الجزئية للوصول إلى حكم كلي وهذا ما نسميه الجوانب الحسية أي الذي يعتمد فيه الداعية على أمور الحس من معطيات الفطرة الإنسانية والخلقة الربانية لعباده حيث ميز الله الإنسان عما سواه بعقل وفكر وفطرة